السلام عليكم ازيكم اخباركم ايه? النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض بقى باقي تخزينات المشمش عملنا مع بعض اه المربى النهاردة هنعمل كمان العصير المركز وهحط لكم اللينك بتاع المربى في صندوق الوصف. نبدأ نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما احنا متعودين نخسر الفكهة كويس وبعد كده بنرجع نحطها في مياه وخل حوالي خمس دقايق علشان نتأكد ان ما فيهاش اي مبيدات او اتربة او اي حاجة تانية. بعد كده نرجع نصفيها. تمام ونشطفها كويس ونستخدمها بقى زي ما هنشوف. كده تمام صفينا المشمش. نبدأ مرحلة ان احنا نفسص المشمش. واحنا بنعمل كده لازم نبص في كل واحدة كويس. آآ المشمش من الحاجات اللي ما بتستحملش او روحها قليلة قوي. فبتعمل ديدان او اي حشرات. لازم نبص فيها كويس. لان فعلا بيبقى فيه الدود اللي فيها. بيتبقى حجمها صغير جدا وممكن ما ناخدش بالنا منه. تمام كده نخلص باقي الكمية بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص كده انا خلصت. انا عندي حوالي تلاتة كيلو بعد التفصيص. انا احط بس ربع كوباية سكر او كوباية آآ ربع كيلو سكر اسفة. آآ ربع كيلو دود مش للتحلية. لا هو مادة حافظة بس. احنا بعد كده ما نيجي نستخدمه. هنحط سكر حسب كل واحد حسب ما بيحب. هنا اخدته على طول ده حطيته على النار. ما استنيتش او او سيبته شوية في التلاجة زي المربة. نبدأ نقلب فيه على طول. هو هيستوي بسرعة مش هياخد وقت. بياخد وقت معنا على النار تقريبا حوالي سبع دقيق. ايدينا فيه باستمرار لان احنا ما حطناش مية. السوايل اللي فيه ده هي هو المش مش اللي منزلها. خلاص. فبالتالي آآ السمك بتاعه تقيل. فلو ما لو سبناه محركناش فيه باستمرار ممكن يتحرق مننا او يلزق في ارضية الحلة. خلاص شايفين هو على طول هتلاقيه دخل في مرحلة السوا مش هيطول معاكي. واحنا بنعمل كده نحاول نهرسه بالمعلقة. خلاص. شايفين كده بعد حوالي كده بعد تلات دقايق او اربع دقايق شايفين ان مش مش بدأ خلاص دخل في مرحلة السوا. شايفين اي حبية انا بضغط عليها آآ بتتهري على طول. بس انا هسيبه كمان شوية. علشان يوصل للمرحلة اللي هي كده. هنا هو تمام خلاص كده استوى. تقريبا ننزل كل السوايل اللي فيه. والمش مش استوى جدا. هجيب بقى الهند بلندر. وابدأ اضرب. لو ما عندكيش ممكن تحطيه في خلاط بس هو ده يبقى افضل لان احنا عايزينه آآ مش هنستنى عليه لما يبرد. لازم نحطه من مرحلة اللي هو التسخين دي او اللي هو سخن كده هنحطه على طول في حلة اكبر يكون فيها مية بتلج. علشان انا لو سيبته يبرد لونه بيغمق وانا مش عايزة لون المش مش يتغير. انا عايزة نفس اللون الحلو بتاع المش مش. هجيب بقى المش مش كده هو لسه سخ. احطه آآ في حلتين زي ما انا قطي لكم. فيها مية. هجيب بس كمان التلج. خلاص. وكمان وانا عاملة كده هفضل اقلب فيه بحيس ان اطلع السخنية منه بسرعة. آآ عايزة احافظ على اللون بتاعه زي ما قلت لكم. الاول بس نحط مع اللمونة. نعصر اللمونة. خلاص. اللمون كمان يعتبر مادة حفظة. وكمان بيحافظ على آآ اللون بتاع الفاكهة او اللون المش مش آآ يفضل زي ما هو. تمام? آآ الليبو كده. شايفين انا ما استنيتش لما المش مش يبرد خالص. انا يا دوبة عملته باللند ملندر. وحطيته على الزي ما على طول على الساقة على طول علشان يفضل زي ما زي باللون بتاعه هو نفس الدرجة. خلاص كده المش مش بعد ما برت خالص. شايفين لونه ما تغيرش. هابدأ بقى عبيه في كياس حسب ما انا عايزة. يفضل بقى ان انت تعبل اي حاجة تحطيها للتخزين. آآ هتستخدمي منها مسلا حاجة كمية ومش هتستخدمي الكيس كامل. تخلي الكياس مبططة. تلعي منها الهوى خالص وبططي الكياس. يعني عشان تبقى رائق كده تبقى سهل ان انت تكسري آآ قطع منه وتزوديه على طول مية وسكر وتستخدميه. طبعا براحتك عايزة بعد كده تصفيه. صفيه مفيش مشكلة آآ يعني اضمن لكن هو كمان مش محتاج مش محتاج تصفيه. خلاص? احنا ما نجي نستخدمه. هنطلع قطعة. نقطع قطعة من المشمش. ونحطها في مية وسكر ونقلب على طول وكمان نحط معاه تلج وكده يبقى جاهز على طول الاستخدام. انا كمان استخدمت الكياس اللي هي قابلة للقفل والفتح. بحيس ان انا اقدر اخد اللي انا عايزاه. وبعد كده اقفل الكيس تاني وارجعه في مكانه تاني. شايفين انا محطتش كمية كبيرة. خلاص? طلحت الهوى خالص منه. شايفين بصوا انا بقتانيت بس. عشان اوريكم ان هو مش مفهوش كمية كبيرة. يعني انا حطت في كل كيس تقريبا حوالي تلات كبشات من دون. انا خلصت الكمية اللي عندي عملولي تقريبا ست كياس. اه عملت كمان جربت حطيت قطعة صغيرة منه معلقة صغيرة معلقة. وحطيت على شوية مية وتلج ومعلقة سكر. طعم حلو جدا. وجاهز على طول التقديم. دي وصفتنا النهاردة. اتمنى اتعجبكم. متنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. ما تنسوش تفعيل الجرس. والسلام عليكم.